الخنجر في يد صنع مجدداً بعد انتزاعه من يد السعودية إثر عملية عسكرية هجومية واسعة توجت بالسيطرة على المعسكر الاستراتيجي بمرتفعاته الجبلية المشرفة على الخط الرابط بين مديرية خب والشعف الحدودية ومأرب إنه خنجر بالفعل في وسط صحراء الجوف على الحدود السعودية ولهذا يكتسب أهميته ما بعد المعسكر الخنجر إلا صحراء ثم الحدود السعودية فهو لعله يكون حارس للقوى السعودية لمنابع النفط في تلك المنطقة وبالتالي هو يمثل للعدو منطقة استراتيجية ونفطية مهمة بتحرير منطقة اليتم مركز مديرية خب والشعف حررت آخر مناطق سيطرة قوات هادي وحزب الإصلاح والسعودية في الجوف وبتحرير معسكرها الخنجر سقطت آخر معسكرات التحالف وقواعده قرب مأرب ضربتان كبيرتان أصابت تحالف الحرب ستفقدانه توازنه المختل أصلا وتسهلان تحرير مدينة مأرب مركز المحافظة النفطية وآخر معاقل حكومة هادي في الشمال اليمني والقاعدة الأخيرة للتحالف السعودي قرب صنعا نعتقد أن الخطوة الثانية ستكون استكمال تطويق المدينة ثم تبدأ عملية التطهير بالاقتراب من حدود جارتها والتلويح بنقل المعارك إلى داخلها ترد صنعاء على تصعيد تحالف الرياضي جوا وبرا وبحرا انتصارات عسكرية ميدانية استراتيجية موثقة صوتا وصورة تنسف الانتصارات الإعلامية اليومية لقوات التحالف السعودي على مختلف جبهات القتال من خنجر يمني للسعودية في ظهر اليمن إلى خنجر يمني في وجه السعودية ومن قاعدة عمليات سعودية تهدد اليمن من داخله إلى قاعدة عسكرية يمنية حامية على تخم السعودية هكذا يبدو معسكر الخنجر باختصار وقد آل إلى صنعاء سيطرة ترسم معادلات جديدة وتفرض قواعد اشتباك مختلفة أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين